السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة للكون يوم من دامن في لبنان 492 قتلا من جراء الضربات الإسرائيل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليل الأسنين ارتفاع عدد القتلى من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى 492 وعدد المصابين إلى 1645 من الصباح اليوم ذاته وعلن مركز عملية طور الصحة العامة التابعة لبزارة الصحة العامة إن من بين القتلى 35 طفلا و 58 سيدي وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله مشير إلى أن الحزب يخزن صوره الكروز وقزائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية وأشار إلى أنه بصدد توسيع نطاق هجومه الجوي ضد ما يقول أنها مواقع أسلحة الحزب الله جنوبي وشرقي لبنان وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه وسع غاراته الجوية لتشمع المناطق في سهل البقاء على طول الحدود الشرقية للبنان ماذا استهدف أكثر من 300 موقع في الجنب وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الضربات الجوية الإسرائيلي في لبنان الإسناني دمرت عشرات الآلاف من الصواريخ جماعة حزب الله وهو ما يعقد موقف الجماعة المدعوب من إيران التي تواجهت ضربات الأقوى في تاريخها وأضافت في بيان اليوم هو زروة مهمة في هذا اليوم أخرجنا عشرات الآلاف من الصواريخ والزخيرة الدقيقة من الخدمة ما بني حزب الله على مدفة ترشين عاما منذ حرب لبنان الثانية يدمره في الواقع الجيش الإسرائيلي وفادت تقدرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلي أن 50% من قدرات حزب الله قد ضررت منذ بداية الحرب وأن أغلب الضرر حدث في اليومين الأخيرات وتأتي موجة الغارات الجوية بعد يوم متوتر أطلق في حزب الله أكثر من 100 صاروخ على شمال إسرائيل وسقط بعضها قرب مدينة حيفا كما شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية وجاء هجوم حزب الله الصاروخ بعد غارة جوية إسرائيلي على ضحية بيروت الجنوبية الجمعة أصفت عن مقتل قيادة عسكري بالجماعة اللبنانية وأكثر من عشرة من أعضائها بالإضافة إلى عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال وانفجرت الأسبوع الماضي العلاف من أجهزة الانتصال اللاسلكية التي استخدمها أعضاء حزب الله بشكل أساسي في أجزاء مختلفة من لبنان مما أثر عن مقتل 29 شخصا وإصابة ما يقارب من 3000 وألقى لبنان باللوم في الهجمات على إسرائيل لكن الأخير لم تؤكد ولم توم في مسؤوليتها